بحث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب مع الوفد القطري برئاسة المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة قطر وممثل كبرى الشركات القطرية بحث فرص الشراكة الاستثمارية بين البلدين الشقيقين وتعزيز تضفق الاستثمارات القطرية إلى مصر في مختلف المجالات وقال رئيس هيئة الاستثمار أن الزيارة تأتي في إطار متابعة نتائج الزيارة التروجية التي قام بها إلى دولة قطر خلال شهر يونيو الجاري مؤكدا أن الهيئة تحرس على جذب الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات ذات الأولوية